يستعد التونسيون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والمقرر إجراؤها غدا يأتي ذلك فيما تتواصل عمليات الاقتراع بالخارج والتي بدأت في الرابع من أكتوبر وتنتهي في السادس من نفس الشهر تزامنا مع موعد الانتخابات بالدخل تونس على موعد مع الاختيار والتاريخ لحظاتهم فارقة وحاسمة يعيشها التونسيون لتحديد مصير وطن بأكمله بعد أن عمت مرحلة الصمت الانتخابي أرجاء تونس قبل يوم من بدء عملية التصويت في انتخابات الرئاسية يصوت فيها أكثر من تسعة ملايين شخص ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم لاختار واحد من المرشحين الثلاثة وهم بجانب قي السعيد العياش زمال وزهر المغزاوي يأتي ذلك فيما تتواصل عملية الاقتراع بالخارج التي بدأت في الرابع من أكتوبر وتنتهي في السادس من ذات الشهر تزامنا مع موعد الانتخابات بالدخل وينتظر الرئيس التونسي ملفات عاجلة وساخنة تتمحور حول التحديات الاقتصادية والتي من بينها أزمات ارتفاع الأسعار والبطالة بالإضافة إلى الديون التي تزيد عن تسعة مليارات دولار لمؤسسات دولية واستتعثر المفاوضات بشأن حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي وتعد هذه الانتخابات الثالثة منذ عام 2011 والأولى في ظل دستور 2022 الذي أكره الناخبون في استفتاء بصفته المعيار القانونية الأعلى في البلاد ومن المرجح أن تعلن الهيئة عن النتائج الأولية للتصويت في التاسع من أكتوبر الجاري هي إذن انتخابات ستحدد بالتأكيد طبيعة الفترة المقبلة التي ستشهدها تونس وترسم ملامح العلاقات الخارجية لتلك الدولة الأفريقية